نعزي سبوشي واتكوسر ونعزي حنانو بنخرة ونعزي خال الخيابة على فقدان المعرض الأكبر المعرض الأعظم البيشي المعرض الأكبر البيشي البيشي ما براه عشان تكون عارف في واحد سنه أنا بقوله ليه البيشي ما براه معاه واحد غايد تابعون اسمه منصور اسمه منصور منصور ده تمت تصيته منصور تمت تصيته والبيشي البيشي تباع البيشي تباع اسمع الكلام البيشي باعه البيشي باعه مجموعة منهم من ناسهم قريبين لهم ده الكلام الحقيقة أنا عنديك رأيه براي غير الحقيقة دي حقوله ليه لأكيد حديك الكلام الحقيقة الحصلا احداثيات البيشي اتباعت عديل يتواصلوا جماعات منهم ثلاثة اربعة افراد وسلموا ووعدوا انه حيسلمون الناس دين ومن ضمنهم البيشي بيشي يتحرك له طيران مخصوص اتنين طيارتين ما واحدة ده حسب الكلام بتاع الناس المختصين الحاجة اللي انا اتواصلتها معاونا عندهم علاقة بالقضية انه البيشي اتباع من ناسهم وما البيشي براوه حتشوف اللي ايام الجاية كل الناس القدامه الصف اللي اول ده كله حتشوف الدنيا زائلة الناس الريقبوا كلها في الموجة الناس الريقبوا في الموجة وده مصير اي معرض ما عنده قضية وما عنده هدف ده مصير اي معرض ما عنده قضية وما عنده هدف ده المصير بتاعهم شوف الفرحة بتاعت الشعب السوداني زول لما يموت الناس تفرح لدور ده ده ما شفناها الشحبي كله الان الليل العيد عديد سبحان الله ليه السبب السبب لانه مقروه لانه قاتل لانه ما راجل لانه ديوس لانه دخل المرتزق على اهله وناسه لانه هجر لانه عمل مجازر لانه استباح الاعراض بتاعتهل وناسه بتاعت وطنه لانه عميل خاين نار جهنم وبئص المصير خالد فيها ابدا ترافق جنبك الهالك حمدت تاقيقة الان قاعد حارسك في الدركة الاسفل عشان كده بنقول لنا سكيكل وجلحة وقجة وبشوتان وبشوتان بلو راسقه ده الاخبار انا لديتك الول ده ده الخبر ده الخبر انا دار اديك انا تحليلي انا خليني من الخبر ايجاله انا دار اديك تحليلي ده خبر ويتقاد الخبر ده احتمال نسبة مليون المية صحيح بتعنوا تباع من ناسه باحداثيات لانه لو يقول لك خلاص الطيران الليلة فتح ولقى البيتش ضربوا القصة طوالت تخد فيها مليون نقطة معناته الليلة كان الشغل مرتب الشغل كان واضح الشغل صريح ايه في طيران في النورانية وضرب النورانية وكمية من التاتشرات ومس 15 تاتشر sexy بالليل عمليها كميم 15 تاتشر بالليل اعملوا لا كمين اعمل سنى 150 تاتشر برضه ا Arab لكن هذه التاتشارات كانت ماشى جنوب السودان كانت ماشى جنوب السودان أنا ذا الحاجة العارفة أنه كان ماشى لكن يتباع هذه الأخبار الخبر ذا ما نقوله لك بحزافيره الخبر ذا بجينا من مصر ما فيه تحليل لكن لو جيت أحلل لو أنا دار أحلل وقعدت وختيت القهوة وقعدت عشان البيش الليلة الناس فتح الطيران شاف البيش أنا هنا أخذ طوالي خلاص الديويلا بتحت الشرق بنسبة 90% دائرة تتخلص من النوم دائرة تتخلص من الغيادات لأنه بالنسبة لها إدانة للرواتب لو جاء ما سكون الليلة الرواتب بتدي كلها من النوم الدول اللي بتتعاملوا معهد منه سيلقوا أكيد الأجهزة لاتصال حاجات كثيرة حيقوا مع الديويلا عشان كده أنا بقول لناس جلحة وناس كيكل وكلكم أسمعوا كلامي كان إدبحتوا لي برا ولا إدبحتوا من جوا اليوم الجاية حتكونوا كلكم عبارة عن دنيا زائلة خلاص إدتوا دوركم ومديتوا وظيفتكم كم معرضين وقوادين ودياييس لأهلكم عملتوا على أكمل وجه والشجرة الجاي وكلكم ستصاقطوا شجرة 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 منصور جغموا في بيته جغموا ده سنه لأنه منصور سيعمل مشكلة مع الرزيقات والمسارية جغموه منصور عندكم يسمونه منصور يا جلحة أنا أقول لك دنيا زائلة أفرش علي أكبر عندكم يسمونه منصور قاعد مع الرزيقات أسمح كلامي أفرش علي كلم أحل وكلم مرته قلال بس هاسوي أفرش علي منصور جغموا ودافنينه هناك قبلوا جغموا عديل في البيت جوا البيت جغموا ولا بره جوا جوا جغموا عندكم غايد من الرزيقات من المسارية اسمه منصور غايد مع الرزيقات الرزيقات انتهوا منه لأنه كان بدافع عن جلحة وده الحقيقة ستسمع بهذا الكلام ويتواصلوا معه ستجدوا خارج يطاع الخدمة يقول لك أجيب الخمسة عربات ولا ستة عربات سيرد لكم حتى ناسهم ذاتهم وما عندهم سلاحة المعامل عشان كده المرحلة الجاية يعني إحنا قاعدين نتراقبه الراغي البيش اتباع اتباع من الداخل ومن الخارج من الداخل ده الخبر الجانع الخبر المنتشر الحقيقة اللي قناع من الناس أنه البيش اترفعت إحداثياته من جوها إحداثيات دقيقة جدا جدا البيش تبلع اتباع كان الرزيقات باعه ولا كان ديه باعه المهم اتباع أنا كقرايتلي المكالمة الأخيرة أنا ما باستبعدها يعني أصلا ما باستبعد حاجة بقول أنه ده فعلا الأمارات دائرة تتخلص خلاص دائرة تنتهي من دائرة تنتهي من الإدانة حقتها لأنه ديه الكيكة اللي وليله مسكوا عصره عفرته ودخله جوه الاستخبارات فتتعفرت بيغير بأي حاجة وبيقول أي حاجة له أي غاية لأنه الغيادات هل مفاصلة مع الدولة بتحت الشره هل بتتلقى تعليمات من غرفة بتاع السيطرة موجودة في تشاد الغيادات الجنجويدية اللي هو كان بيش كان شوتال كلهم بتلقوا تعليماتهم من غرفة باشرة موجودة في تشاد فالآن الأدلة والبراهين كلها ستتمسح الأدلة والبراهين كلها ستتمسح في النهاية المعلومة الحقيقية أنه انجغم وأنه ادبع كقراية وريتك من وين كخبر وريتك من وين خبر أنه ادبعت إحداثه من أربعة خمسة ستة من الناس المعاو وتواصلوا مع الجيش والجيش وعدهم بأنه ما عنده نمور طيبة ورفعوا إحداثياته وادبع تحية إلى قواتنا الشعب المصلى في كل جباهات ويا كيكا بل أبا شهتال والجلحة وقجة بلوا راسكم الله البال بعدها جائكم الاتصال الأخير جاب نتيجة ودى يعني الدولة تحاول أن تزحر حسنينيه أو هو جاد أن يؤكي بالحرب فدى بدأ بيد بيشي بعدها كلكم ببلكم واعد واعد وراتفيل بتجلحة كل الناس شافوه وشوغل دماشي يبقى فدنة كبيرة جدا وقد أخبرتهم أنهم لم يعد في دام مصري وقد أخبرتهم مجرد مرتزق ومشير وحاكم الدولة لأنهم لا يحتاج أن نكون قائد في دام مصري فبوادر بتانشقاك وبوادر بتالفتنة في دام مصري بدأ بجلحة إن شاء الله الله يفتنكم زيادة فأحسن لكم والله سلموا نفسكم وتتحاكموا كده كده انتم مبلولين فالدولة الثانية بعد يومين كانت المصريحة بيتا همتين وخلاص ذلك مات في حادث مات في اتحطم طيارة الميم لأن المصريحة بقلنوا همتين ومات فبالبس أخونا أيام الجايرة كله أيام شاب السوزاني أفرح وأي زول قاحاتي أو جنجويدي دور جايد ترجمة نانسي قنقر